في ناس يعني واحدة بعثتلي مرة قالتلي أنا جوزي صحي من نوم قال لها أنا بقيت لا ديني بقيت يعني إيه لا ديني؟ قال يعني معترف بربنا بس مش معترف بالأديان خالص فهو كده يعني ساب الإسلام مش معترف أصلا بولا دين فهي بقيت مش عارفة محتار بتقول هو كويس جوزي وعندي عيال منه مش عارفة عمل زي يعني إحنا ساعات بتفاجأ إنه في ناس حواليك ممكن يبقوا كده عاديين مرة مع واحدة كانت كويسة جدا ما عارفش إيه اللي حصل لها فجأة بتقولك كل الكلام ده غلط كلام إيه يا بنتي كل الكلام اللي أنتو بتفهموه ده غلط ده أنت يا بنتي مسلمة موحدة ولا للا صيام ولا صلى ولا صلى فجأة صحية منهم كده تقول كده ناس غريبة كده ممكن يعني بتوصل لهذه المرحلة عارفش بيوصلوا لها إزاي يعني إحنا بنتبقى مقتنعين وتمام الاقتناء معرفش هما بيقتنعوا بإيه يعني معرفش دول إيه حكمهم لا هو الأول السبب اللي بيؤدي إلى ذلك الأمر ده مهم لازم نعرفه كويس أولا السبب اللي بيؤدي لده إن إحنا خدنا صفة العمل ولم نأخذ حقيقة العمل يعني إيه يعني إحنا بنصلي بس ما فيناش حقيقة الصلاة إنت عارف الصلاة دي ربنا شرحها عشان إيه من جملة الحكم يعني إن أنا لو بطني وجعتني أراح أصلي أقول له رب شفي لبطني لا يعني ما وصلماش لديه ولا حنوصلها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فسعى إلى الصلاة خلي بالك مش معنى أن أنا أصلي فأقول له رب شفي لبطني فهقال الصلاة فهتشفر لا ده أنا طلبت من الله ذلك فبعد ما خلص الصلاة أروح للسبب أروح للدكتور لأن الدكتور اتنين نفس المرضى نفس المرض نفس التشخيص نفس التحليل نفس العلاج واحد بيخف واحد ميخفش ده معنى إيه معنى أن الشفاء بياد من بس مش بياد للطبيب ولا بياد العلاج لكن ده مش معنى أننا نسيب الطبيب لأن القاعدة ثابتة أمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نكفر بيها وأن نعتمد على رب بالأسباب يعني أنا لازم أنا مأمور أن أنا روح الدكتور ومأمور روح الصيداري ومأمور أخذ العلاج حاك فهم القصة لكن في نفس الوقت لازم الاعتقال الداخلي أن أنا أسأل كل شيء بياد الله بياد الله كل شيء والله خلقكم وما تعملوا حتى أعملنا ربنا خلقه يبقى إذن هناك أداء عمل وهناك صفة عمل وحقيقته إحنا ما بنوصلش لحقيقة العمل إحنا بندي الزكالة مش عشان نستشعر الفقير والكلام والدربوكالإله ده عشان خاطر أنت تبقى فاهم أن في حقوق أخرى في حقوق أخرى لابد أن تكون لازين في أمورهم حقه معلوم فأنا عارف أن أكون معايا مثلا مئة ألف جنيه عارف أن في ألف وخمسمائة جنيه ميش بتوعي ده حق الله سبحانه وتعالى ربنا قال لي بقى أديهم للراجل اللي مواصفاته كذا أراح أدهم له أنا مش قصتي ده مش حق يدعقه حق فهمت التفصيلة إزاي؟ فإحنا ساعات ما بندرس في العقايد كويس ما بندرس العقيدة كويس ما بنتهزم مش كل الناس درسين بالضبط إحنا مش مطلوب مننا ندرس كلنا كل الناس كدرس لكن مطلوب من كل الناس أن يتدخل في حقيقة العمل مش في صفة العمل يعني ما روحش يصالوا ويغزب وينافق الهداية وعدم الهداية بيد ربنا سبحانه وتعالى طبعا بس إيه اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يهدي فلان وما يهديش فلان إرادة العبد للهداية هي اللي تفتح له هذا ربنا بقول من يريد الله أن يهديه اللي عنده إرادة للهداية في واحد ما عندوش ما عندوش مش عايز قيود ولا التزام والشخص اللي مش عايز قيود ولا التزام ده ولين يعيش في المجتمع إزاي مش عايز قيود طب يعني مش عايز قوانين عايز يمشي بدون قانون يسوق العربية بدون المفس let's say يعيان هيك قلتلي اللا ديني ده هم مش عايز مش عايز قوانين مش عايز حاجة تمسكه لا ما هو بيقولك أنا إنسان أيه طب كويس だから أنا مصر ولا انجليزي دلوقتي قدامك انت مصري يعني مش انجليزي طب خلاص انا مصري وانا في مصر بقى ملتزم بقوانين مصر ولا غير ملتزم ولا دور على القوانين الانجليز واقول لانا همشي بالقانون ده مش شابش بالقانون ده لا ما قدرش ملتزم بالقوانين بلد اللي انا عايش فيه يعني حاجة بتقول ان الدين زيه زي الجنسية زيه زي القانون الاسم زي هوية يعني يعني ادخل مساء اسم الشرطة مساء جوا في قضية ما من القضية قلوهم لا انا مش محترف بالقانون بتاعكو ده طب ماشي يا فندم انت حدك عايز ايه الزابط اللي اه هاد ده شغلته ينفذ القانون اللي انا مش محترف به هيعمل لي ايه ايه الحل يعني ايه التصرف فنفس القصة فانت لما تيجي تقولي لي ان انا مش محترف بالدين طب ماشي اوكي طب وانت مش محترف بالدين مش عايز ايه مش عايز تصلي لو تصوم ان شاء الله ما صومت لو صليت مثلا بس يا المشكلة مش في صوت مصالح المشكلة اني هناك ضوابط تضبط هي اللي تمنع وهي اللي تحجب لا ينفع تتجوز حد مثلا اه يعني وانا هتعفف تتعامل مع حد انا دلوقتي مش محترف بقانون هتعامل ازاي مع الناس يعني هدخل واحد سرقني هروح الاسم اعمل ايه في الاسم انا مش محترف بالاسم ومش محترف بالقانون اخد اللي سرقني ده مثلا اخد حق منه ازاي ايه بلطجة لا حياتهم عشان تزبطهم كذلك وضع القانون هم الرب ده ساعتها جاهز وبيقول لك ما ليه يعني هم بالاجانب الملحدين ما هم حياتهم مظبوطة متربيين محترمين ايوه ملتزم بقانون ايوه يا ستة هو مش عايز دين مش عايز كل حاجة لكنه ملتزم بقانون اما التزامه بالدين التي هي علاقة بينه وبين الله لا دخل لي فيها حريك فهمت يا انا مليش دخل فيها لكن هو ملتزم بالقانون مثال بقى لو انت عندك القانون مثلا جزء من جزئيات القانون يحكم فيها بالشرع بالشريع الاسلامية وانت مش مؤمن بالدين او بيحكم بالشريع المسرحي وانت مش معترف باليهودية وانت مش معترف بها فاي دولة بقى من الدول والقانون يحكم عليك بهذا المنصوص ادخل اقول له انا مش معترف بالقانون ده لانه ديني ولا اعمل ايه الموقف قوليني بقى حل يبقى إذاً لابد أن ينتسب الإنسانه إلى دين لازم يبقى عنده دين عشان يقدر يتعامل بها لأن كل دولة بتتعامل على وفق دينها يعني كل دولة بتتعامل على وفق الدين بتاعها فإذاً لما تيجي تدخل معاه هو حطط الشرع بتاعه على وفق الدين بتاعه اللي يتناسب مع دينه في أجازات وفي حاجات وفي عمال أرجع أنا أقول له لا أنا مش هعمل كده لا مش هقدر ما قوله ديني صحيح ما تاخدش أجازة في عيد الأطحى ولا عيد الفطر ولا عيد القيامة ولا حاجات اللي بتعمل ما هو مش هعمل ولا في عيد الغفران بتاعليهود ولا في كذا ايه يعني هاخترأ هألف يعني هو لا ديني فهو في أي دولة من هذه الدول التي فيها هذه الديانات هيقول إيه يعني هيتصرف إزاي فده ده نوع من أنواع الجهل المركب اللي هو صاحبه عايز أني محدش يسأله أنت بتعمل إيه تماش تما أنت لو أفردت في عمل من الأعمال التي تهوها نفسك هيحصل لك إيه هيحصل لك الحبط إيه الحبط إن أنت تنتفخ فتموت افترض إن الشخص ده بيحب اللحم جدا فحطوله خروف قدامه فكلوا كله لأنه بيحب اللحم إيه اللي يحصل له ثم يموت لكن الدين هيقوله إيه لأ تلت البطنك تلت النفسك تلت مش عارف لإيه طب حتى مش الدين العقل بقى هيقوله إيه كل غد ما تشبع مش كده وله لكن لهو عنده شرح لحاجة معين إذن لا يمكن أن يقال أنا شخص لا ديني لا يقال هذا الكلام إذا ادعى الشخص على نفسه ذلك فهو شخص جاهل جاهلا مركبا يؤدي به ذلك الأمر إلى الوقوع فيه مخالفات ومركبات كثيرة إنه يستتعامل مع هؤلاء الأشخاص بالدعوة بالدعوة لأ ملوش حل ده ملوش حل تكلموا بالدعوة بس بيه يعني بالدين وبالحسنة بصي بقى الشخصيات دي كلها اللي هي كثرت في المجتمع لا يصلحوا معها العنف أي نوع من أنواع العنف لا يصلح لأن ربنا قال التعوف الكلام لا لا ولا عنف الكلام أنا أصدق عنف الكلام مش عنف الضرب الكلام ما ينفعش أكلم معابل عنف برضو يعني النص ربنا سوف أتعلم شوف فرعون عارف فرعون ده عمل إيه فرعون ده قال أنا ربكم القال لا وكده وبس قال له هامان تعال تعال يا موسى تعال يا هامان الوزير بتاعه قال له ابني لي صرح ابني لي سلم عايز أطلع أشوف إله موسى أنا أظنه من الكاذبين يعني أكتر من كده بقى حاجة ربنا لما قال سيدنا موسى بقى قال له ساب إلى فرعون إنه اقتغى لا تجاوز كل الحدود فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال له يا رب نا إننا نخاف أن يفرط علينا شوف التعبير حتى القرآني نخاف أن يقمى دعمه مش هيقول له مش هيقول له مثلا صباح الخير فهيقول له أنا مساء الخير أردتها لا لا ده يفرط علينا أو أن ياضغ ده حيطبقنا في الأرض أصرفهاش كلمتين دي ده فرعون ده موضوع صعب جدا أنا أخاف أن يفرط علينا قال له تخاف إنني معكما أسمع وقرأ شوف قرآن الكريم شوف الحوار بالربنا ومن سيدنا موسى هو بتكلم على هذا إذن هذا هو الحوار الذي ينبغى أن يكون